كان متوقعاً كما في كل مرة ألا يستجيب مجرم الحرب حفتر للنداءات والمبادرات التي تدعو إلى الحل السياسي ووقف الحرب فقد ظهر المتحدث باسم ميليشيات حفتر أحمد المسماري أساء الأحد ليعلن ذلك ويتهم رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بتضليل الرأي العام والذر الرماد في العيون قاصداً بذلك بيان وقف إطلاق النار الذي لاقت رحيباً دولياً حتى من الأطراف الداعمة لحفتر المسماري في مؤتمره الصحفي زاد على ذلك قائلاً إن البيان كتب في عاصمة أخرى دون تحديدها وأن هناك مخططاً وتحركات عسكرية أكبر من حكومة الوفاق متناسياً أن عقيل صالح قد أطلق بالتزامن نفس المبادرة التي أطلقها السراج وتابع حديثه عن المخططات والمؤامرات التي لا مؤشرات ولا دلائل عليها وإنما يضلي بها في سياق تبرير فعلتهم المعهودة بنقض المواثيق وخرق الاتفاقات رفض ميليشيات حفتر لوقف إطلاق النار كان متوقعاً من قبل الكثيرين لا سيما الجيش الليبي وهو ما يؤكد وصف المتحدث باسمه العقيد محمد جنونو بأنهم عصابات متعطشة للدماء ولا مكان للحوار معهم في مقابل ذلك رد المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد الجبلوي الأحد أن حفتر يريد العودة إلى مربع الحرب مطالباً عقيل صالح أن يتحمل مسؤولياته طبقاً لبيان وقف إطلاق النار الذي أعلنه وباعتباره طرفاً في اتفاق الصخرات وبين الجبلوي في تصريحات تلفزيونية أن حكومة الوفاق لا تزال تتخوف ولديها بعض الشكوك بسبب التجارب المريرة التي خاضتها في اتفاقات سابقة مع مجرم الحرب حفتر مضيفاً أن البيان لا بد أن يتبعه خطوات عملية على أرض الواقع وحل النقاط التي لا زالت محل خلاف بين الطرفين ترجمة نانسي قنقر